عالموجي سوا عالموجي سوا إلى فقرة ترابك دهب بترابك دهب مش بس منحكي عن الزراعة وشو أنواع الزراعات ولكن كمانا منتطرق إلى أفاق أخرى أبعد من الزراعة إذا فينا نقول كشطول، كأزهار، كثمار، كمواسم نطلع كمانا على المنشآت تحديدا المنشآت الزراعية فينا نحكي كمانا عن الأبنية وكل ما يتعلق أيضا بإدارة المرافق وثقافة السلامة العامة هل هي غائبة بلبنان بكل المجالات أو بأكتر المجالات المهمة؟ ضيف المهندس شكري حبيب خبير إدارة مرافق وصيانة خبرة أكتر من عشرين سنة بإدارة المرافق مدرب معتمد بنقابة المهندسين بلبنان وبالأردن وحاليا سفير الشبكة الأوروبية لإدارة المرافق أهلا وسهلا فيك أستاذة حبيب شكرا لك مثل ما قلت بالبداية يعني بتتخطى قصة الزراعة وشو الأمور اللي لازم المتطلبات الزراعة مروح إلى أبعد لما نقول السلامة العامة وكتير منسمعها بمصطلحاتنا اليومية أكتر شي غياب السلامة العامة شو يعني مفهوم السلامة العامة؟ وهل فعلا غياب عند الناس؟ السلامة العامة بمفهومها الأشمل هي الخلو المكان من أي خطر أو شك أو خوف من موضوع معين يعني إذا أنا قلت اليوم موجود في غرفة معينة هاي حتى نقول إنه هايدي الغرفة آمنة أو سليمة معناتها أنا مفروض ما أشك ولا خاف ولا يكون في عندي خطر موجود في هاي المكان فهيدا المفهوم الأشمل وبينطبق على أي نوع إن كان مبنى حتى الآلية نفسها هل هالآلية آمنة سليمة ممكن أنا استعملها بالشكل الصحيح فكيف أنا بحافظ على سلامتي وأنا عم بستعمل هالآلية الآلية أصدق يعني سيارة جرار زراعي زراعي كل هالأمور يلي أنا عم بستعملها بالآخر السلامة العامة هي تشمل الإنسان نفسه أنا ما أكون عندي سلامة أو مثل ما قلت ثقافة السلامة بالآخر هي تمسني أنا إما صحيا جسديا عاطفيا مرضيا فأنا المعنى بالموضوع أنا شخص كإنسان غائبة؟ وين؟ عند الناس بنبشوا أنه أنا هيدا المبنى اللي أنا ساكن فيه آمن أنا المبنى اللي رح أشتريه الشقة اللي رح أشتريه آمنة أنا المزرعة أو هالآلية جرار الزراعي اللي أنا شتريته عم بنتبه عليه عم بعمله الصيانة صحيح لذلك لذلك نحنا اليوم بلبنان للأسف موضوع السلامة العامة غائبة أنا بقول بداية بالشخص نفسه نحنا كلبنانية ما عنا ثقافة السلامة العامة لعدة أسباب وما عم بحكي أنا حاليا أو عم بحكي من أيام زمان حتى من السبعينات موضوع السلامة العامة ما كانت من أساسات البنية الاجتماعية الاجتماعية أو البنية الثقافية عندنا إذا أرانيها بدول مثل أوروبا تعتبر مثلا بريطانيا هي نمبر ون بالسلامة العامة لذلك بتشوف مهنسين ومختصصيين بالسلامة من بريطانيين موجودين بالمنطقة حولينا أكتر شي بدول الخليج بس اليوم قلت إنه حتى يعني من زمان مش موجودة غائبة إذا من شوف كنا تحت الهواء عم تعطي مثل عن ترام واي إيه أنا أنا بشوف فيديوهات بحطوها عن بيروت القديمة وعن إنه كيف كانت ورزق الله بس أنا لأن اختصاصي سلامي وبتطلع بهالموضوع فبنظر للصور من منطل السلامة العامة فبتلاحظة إنه بالترام هو كان يقطع ما في كان مثلا إشارة سير أو مثل شي بيمنع الناس تقرب فكانت يمرق الترام ويمرق السيارة حده والناس يركضوا يفزوا قدامه وعملية هيك صايرة فبالتالي كمان بهذاك الوقت السلامة ما كانت موجودة بس كلها لأنها مرتبطة بثقافة الناس العيشة يعني مش مظبوط إنه بعض يعني التقارير أو اللي نحكي إنه نحنا بس بزمن الوضع الاقتصادي الراهن اللي نحنا مرئين فيها هالزمن الصعب نحنا نزلت يعني مستوى الاهتمام بالسلامة العامة هيدا غير صحيح مش مظبوط إيه لأنه لأنه أنا عم بشوفها من خلال حسب أنا موعيت على وقت الشغل من عشين سنة وجار يعني ما مش موجودة موضوع السلامة العامة لأنه نحنا مش مدربين عليها يعني مثلاً لما كنت أنا أشتغل بمؤسسة بيجي واحد مكسورة إيده شو صار معاك؟ اتفركشت على الدرجة ومكسرت إيدي طب ديديو ريبورتت يعني هل بلغت؟ قال لا مش حرزيني كسر صغير وبيمشي حتى هاي يعني اليوم يوم أي شي حدث أو حادث حادث إصابة بتصير ضمن مكان عمل لازم بلغ ليه؟ ليه؟ لأنه بس بلغ بضوع على المكان اللي صار في الخطأ وبالتالي بصلحه حتى ما غير يوقع فيه ويصير عنده حادث حتى هاي مش موجودة نحنا بنحكي عن أكسدنت ريبورتينج التبليغ عن الحادث في عندك شي تاني اسمه نيرمس أكسدنت ريبورتينج يعني ما يعني؟ النيرمس أكسدنت هي الحادث الذي كاد أن يحصل لكن لم يحصل يعني أعطيكي مثل بسيط فيه ماء على الأرض وجيت أنت تعسب الماء جيت تتفركشها ما تفركشتها كفيت طريقك بتقول الحمد لله ستر ومشينا هاي دا حدا بيعون ريبورت عنه؟ وين بقى يا بلد؟ هاي هي المشكلة اليوم حسب الإحصاءات العالمية كل 600 نيرمس أكسدنت على شخص يموت فهيدي إحصاءات عالمية لذلك أنا لما نقول نحنا منعزز ثقافة السلام العامي في مكان ما في مكان عمل معناتها حتى نيرمس أكسدنت لازم أنا بلغ عنه لازم تكون موشودة بس نحنا يعني بقى أفكارنا أو يعني منفكر أنه السلام العامي مثل ما قلت على الطرقات جورة ريجار سيارات ومنفتكر أنه سلامة الأبنية فقط إذا كان يعني نحميها من خطر الزلازل أو الحريق بس هو ثلاثة هي شاملة أكتر؟ أنا 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 معيك بموضوع الحريق طيب يوم بتشفوتي على مؤسسات أنا بعمل قدت على مؤسسات بيقول لي عمل لي عمل لي قدت على السيفتي طيب بتطلع بحق ما في فاير ألانو ميح ما في ديتاكترز طيب كيف بدك تحمي حالك من الحريق وأنت مش حاطة نظام حتى بس يبلغ بالحريق إنه صار في عندك حريق وبالتالي أنت بتعرف اليوم أي نوع حريق يمكن إخماده بفي بدايته وإذا بتشوفي في هيدا ما نسميها طفويات الحريق هيدا موضوع ليش موضوعين بقلب المباني؟ هاي لأن قدرتها هي إخماد الحريق في بدايته بس ما في عنا حدا من يدرب على كيفية استعمالها يعني موجود كدكات صحيح مع الأسف يعني والبيحزني أكتر بيستعملوها كسنادة لبواب اللي تفتح أو في ناس كمان مرجع نقول الثقاف في ناس بيقولوا شكلها بشع بيحطوا بطلانت قدامها ليغطوها يا جماعة هاي دي بتلقص حياتك بس أنتو هون بقدوركن يعني بموضوع السلامة بالتحديد إذا عم نحكي عن الحريق تدربوا إذا كنا عم نقول بشركات بمعامل صحيح موظفين تدربون هون عم نحكي عن شغل صغيرة بالسلامة العامة كيف يستعملوا طفيات الحريق كيف يتصرفوا هون كمان ضمن صحيح يعني أنا كنت عم بعمل أودت من شي شهرين على مؤسس كبيري واحدة من الأودت إنو في طفيات حريق والحلو إنو عم ينعمل للصيانة بوقتها الصحيح يعني كل شي تمام سألت سؤال مين بيعافي يستعملها طلعوا فيي قال لي ولا حدا فإذا موجودة ما ما إلو قيمة وبالتالي لما يصير فيه حريق ما رح نقدر نستعملها ما رح يعرفوا وبالتالي الحريق رح يمتد ونخسر كتير أشياء إما ممتلكات أو أرواح لسماح الله فيه نقطة قلتها بدي يضوع شو صيانة الطفيات كمان فيه صيانة للطفيات وبوقتها الطفاية في عندك أكتر أكتر نوع طفيات اللي هني البورتوب المحمولين هني نوعين بودرة أو ساني أكسيد الكربون غاز ساني أكسيد الكربون طبعا كل واحدة إلى استعمال خاص فيها البودرة كل شيء أنواع حرايق ساني أكسيد الكربون هي أكتر للكهرباء والآي تي غرف الكهرباء والآي تي فطفاية البودرة كل سنة مفروض تتفضى البودرة اللي بقلبها حتى لو ما استعملناها أو شيء وترجع تنضغط أو تتشيك النيني نفسها وترجع تنضغط بالنيتروجين وتنحط البودرة مرة تانية وترجع تتسلم للمؤسسة هاي دي بكون عملنا صياني بشكل بسيط غير إش التالي بنشيك على كل النزل والسافتي تبعا التفاية جمالا ما منشوف بالبيوت قليل كتير بالبيوت اللي بيكونوا حطين طفايات هاي دي بيكون غاية بالسلام العامي يعني بالبيت بالشقق بالبيت وأنا حتى أنا ممكنت بروح على المؤسسات و بعمل تدريب للطفايات بشجعهم كل واحد منكم لازم يشتر طفاية حطها بالبيت يمكن ما تعوزها بعشر سنين و لازم تعمل صيانة كل سنة بس وانس صار حريق صغير بتطفيها خصيتها حكينا عن الحريق بس هي في نقاط تانية إذا بدي أحكي السلامة العامة داخل الأية منشأة هون لما نقول منشأة يعني شو؟ كل شي مبنى أو منشأة في عندك خطر إنه واحد يتعرض لإصابة أو حادث عمل ممكن يكون من مواد كيميائية ممكن يكون من موجود مثلا إشياء فيزيكال مثل ماي أو خشبة طلعة من محلة أو أي شي من هالنوع والحريق واحد من الإشياء هايدي فيها تكون يعني فيها تكون بيولوجيكال هازرد خطر بيولوجي وخصوصا لما نحكي مستشفيات أو مستوصفات يلي فيه خطر بيولوجي عالي بين الطاقم الطبي والمريض اللي يلي موجود فالخطورة موجودة وينما كان لذلك واحدة من الإشياء هي الصيانة فينا نعمل صيانة للمبنى حتى ما يعرضنا لخطر إصابة بحادث عمل في عندك نرجع موضوع مثلا حوادث العمل متعلقة بنوعية الشغل يعني الكهربجة السنجري المزارع البلاط يعني الهنع بيشتغلوا بيه أدوية حادة أو بيشتغلوا بورش يلي ممكن يتعرضوا لعمليات لحوادث إصابة ممكن تأثر عليهم بس هنه هون هنه هنه المسؤولين عن السلمتون يعني هون قلة أعمال حرة لهم هنهم عميش من معمل أو منشأة أصبك أعطيكي أعطيكي مثل بسيط كنت أنت ماشي بمول بشوفينج مول مضطرين يعملوا ورشة بقلب المول يمكن يضبطوا أستر ماي أو يضبطوا إنارة طيب فيه ناس قاطعة ماشي ناس هن الزباين ما هي الإجراءات اللي اتخذها للطاقم الفني ليحمي الناس من الورشة بتلاقيها غايبة بيحطوا هيك يمكن إيه مثلا طب وإذا ولد قطع قدام ونفيت بقلبه أو شي يعني بعدين بتلاقي عدة الصاروخ أو كابل مرمي برات يعني أنا عمشوفهم هون هون يكون مرمي على الأرض يلي أي واحد فيه يجي يعني ينقذى منه بس هون فيه معايير مفروض تكون عم تتطبق فيه حدا عم بيرائب هالمعايير السلامي اللي لازم تكون موجودة فيه جهات رسمية هي مسؤولة مين؟ أنا أعطيكي مثل نحنا بوزارة العمل بلبنان فيه عندنا كتاب اسمه السلام العامي في مكان العمل أنا اليوم بسأل مين من الشركات أو أي مؤسسات خاصة بلبنان طلب هيدا الكتاب من وزارة العمل وشاف المتطلبات بهذا الكتاب وحاول مطبقه بمؤسسته مين؟ أنا بسأل بستغل يعني ما بحس إنه فيه ناس عم بتعمل هشي لأنه ما بيعرفوا أولا إنه موجودة وبالتالي كيف بنطبقه بس إحنا بلبنان القانون موجود بس ما فيه المشكلة بالتطبيق دايما طبعا اليوم بتقولي أنت أنا هلا شو هيصير أنا بستعمل مثل أو عبارة بتقول هي معروفة ضيع دقيقة من وقتك ولا تضيع حالك بدقيقة يعني خد دقيقة فكر بالشغل اللي عم بتعمله شو هي المخاطر المحتملة حط الإجراءات اللي لازم تعملها لحتى تحافظ على سلامتك وسلامة الناس دقيقة بتاخدك نحنا بلبنان بنا ناخد دايما الشورت كات الطريق الأهيان الأسرع لحتى نعمل شغلة مثلا واحد طالع على السيبة عم بيشتغيل طلع معه عدة بيقولك ما أنا طلعها وحدة طلع عدة كتيري بدلا ما طلعها على مرتين طلعها مرة وحدة بخلط توازنه بيقع على الأرض وهاي دي من الكمن يعني الإصابات الشائعة السقوط من على السلم نعم استاذ حبيب بس هوني قلت انه يعني عن الكتايب الموجود هوني بتبقى يمكن المسئولية على الأصحاب المؤسسات هن يطبقوا داخل مؤسساتهم السلام العامية ما بتبقى القصة فردية على الموظف لا أنا بقول المسئولية على الدولة يعني لازم وزارة العمال تبعث مندبين على المؤسسات وتبلش تعمل هالمؤسسات من سبيل السلام علشو نقعة فندلك النقطة بنقطة طب وجودة بها الكتايب الأهم منها يعني حسب نوع الشغل يعني إذا كان عندك أنت بس في شي مشترك بيكون في شي مشترك أنا مني بتطلع عليها بالتفاصيل بس هون البداية تبدأ يعني أنا لما بيبعث ناس من وزارة ليعملوا قدت على المؤسسات من هون بتبلش الناس تاخد يعني اعتبارها للمتطلبات وتحاول تطبقها يعني مثلا بيروح بيلاقي عنده واحد اثنين ثلاثة أربعة غير مطابقين يعطيه مهلة شهر شهرين انزار انزار بدك تطبق حتى نعطيك لأنه فين يوقفوا الشركة عن العمل إذا لا تستوفي شروط السليم العامة يعني بكل بساطة لأنه بالآخر كلفة حادث العمل أعلى بكتير من أنه أنا حط مثلا سيفتي أوفيسر منسميه حتى يعمل إراءة بهذا الموضوع في البلدين بره وخصوصا بالخليج صار فيه أكتر خلينا نقول استثمار على السليم العامة من حيث أنه بحطوا سيفتي أوفيسر بحطوا سيفتي بروتوكول بطبقوا ليش؟ لأنه عم بتكلفهم؟ أي حادث عمل عم بكلفهم؟ لأنه هن مجبارين قانوناً وفي رقابة لحتى يعملوا يكون موجودة شروط السليم طبعاً طبعاً وبعدين أنت اليوم بدول خليج بيقلولي كم حادث عمل بالسنة وبتباها الشركات بصفر حادث عمل تخيلي يعني خلال السنة كلها فهيدا شهادة للشركة أنه أنا عندي كل الإجراءات أنه عم بتطبقها فبتبدأ القصة بتحليل كل نوع شغل وشو هي المتطلبات أو شو هي المخاطر المحتملة وبالتالي بوضع الإجراءات المناسبة حتى أحمي هيدا الموظف والناس اللي حوالي بما أنه حضرتك يعني بهيدا المجال وخبير وعندك يعني بتعطي استراتيجيات اليوم إذا الشركات جاهزوا إلى عشرين وثلاثين سنة والمباني إلى عشرين وثلاثين سنة هون أنت ومش موجود فيها أو عم بحاولوا يوجدوا فيها السلام العامة هون بتقدروا أنتوا تدخلوا؟ وكيف؟ أكيد كيف؟ بأي إطار؟ نحن مثلا نعطيكي مثل من الشغل اللي بيصير معنا مكتب فتنا على مكتب حطين خزين على العالي نعم؟ وتحته فيه مكتب ناس قاعدين والخزين اللي فيه هي عبارة هيك عن درفة مع باية كتب بيجي أنا بشوف أنه هل هالخزين هاي بتحمل؟ قلتلون أنا هيدا المحال كله الموظفين بيطلعوا من المحل لا يا أستاذ لأنه ما فيك تحط واحد شخص تحت خزينة وانت عم تشيل يقعوا يقعوا ففيه أمور اللي قال لي نحنا ما فكرنا فيها هيك نحنا ما منفكر بهالطريقة هاي مثلا أعطيكي مثل تاني صف وراه في خزينات مزود صف تلميز ولاد وراه في خزينات مزود قال كي بتعبو قال بيجي الستر من نربيش وطريقة هيك شوية عكشي يعني قلت له هيدا الصف بتضيف فضيه فضيه قال ليه قالتوا واذا ولع الخزين المزود شو بتعبين يعني ما فيه شي بنسميه كت أوف فالف يعني اذا صار فيه حريق بيفصل مثل مثل صباب بيفصل ما بتكف الحريق على قلب الخزين مش موجود رحتوا على الدوائر الرسمية لا والمؤسسات الرسمية هولي كانوا خاص يعني كانوا شركت رحتوا لا ما رحنا رحنا من أي ناحية يعني رحتوا كشفتوا شفتوا السلامة لا هلا أنا بروح بروح على وزارات لا بكون في عندي اجتماع مع مدير وزارة أو وزير بشوفهم الاشي قدامي بس ما بتكون يعني مش ما بتكون موضوع السلام العامي بس اكيد في عندنا مشاكل طيب اليوم قلت انه القطاع الخاص عم تقلي خاص القطاع الخاص صار عم يطلب اكتر يكون متشدد بموضوع السلام العامي بالاستشارة يكون عم يستشير خبرة بهالمجال لحتى يحسن بيئة العمل وتحسين او اذا فينا نقول هكي التقدم بموضوع السلام العامي صحيح في بعض الشركات عم بتوع على هيدا من اي ناحية يعني شو اللي عم ينطلب منكن شو اللي تعاملوه هو مثل ما تقولي بصير فيه مثل الترند يعني لما بس يصير فيه زلازل او اجت فترة الزلازل صار كذا شركة بده ينعمل عملنا اساسمنت وشفنا اذا المبنى منيح ومنيح هيدا اجت فترة طلبوا هالشي لما صار فيه شوي على الجنوب وهيك كمان بصيروا يخافوا كيف فينا نحمي الناس يعني مثلا قصة الـ يعني كيف نحنا نخلل مبنى باسرع وقت ممكن وما يضل حدا نجوه يعني نحنا حسب نطبق س Eden هذا هو خاص بالحريق كيف انت تخلي المبنى باقل من ثلاث دقائق كل الناس يكون برا ويكون في عندنا مركز او نقطة تجارة فتفوتي على مكاتب فيها خمس أشخاص ليطلعوا هول بدهم ديئة لحالهم فوق بعضهم الناس فقلت لها بديك تفضي مكتب أو اثنين منهم قلت لهم بحطهم بديك تطبق السلام وأنا بقلت لها بس بديك تيجي تطبق السلام العامة بدا تكلفك لأنه فيه إجراءات بديك تخضيها وإلا بضلك متل بدا تكلفك مش مديا بدا تكلفك يعني أنه هي مديا أكتر شي يعني مش تدفع مصاري يعني بده تتخسر ولا تتكلف شو لعبة تكلف لتاخد إجراءات توسع مثلا غرفة أو تنقل شخص من مكتب للمكتب بده تخلق لقوضة تانية مثلا يعني فيه إجراءات بده تكلف بس بالآخر عم تحمي حالك بتحمي الموظفين بتحمي الناس اللي معك بديش مرق بلش مرق الصور ونحكي عن كل صورة إذا بدنا نروح للشق اللي بيتعلق بيئة المزارعين هون وين السلامة العامة المفروض تكون موجودة بأي منشأة زراعية أنت نقص اسم البرنامج اجترابك دهب أنا قلت ما بدنا نحول الدهب لدم ليصير المشكلة عندنا وحوادث ونخسر ناس وأرواح بسبب شغل الزراعة بقلب المكان هاي أول صورة عم نشوفها شو هي؟ هولي حصاءات بتقول شو هنه أسباب الوفيات في الزراعة وهو المين بتصور من أيرلند أنا حاولت جيب بعض الإحصاءات من العالم بس ما كان كتير فبتقلك مثلا خلينا نرد رجاء أول صورة لحتى تعطينا هيك بتلاقي إنه شو الأسباب الوفيات هولي عم نحكي وفييات مش حوادث يعني عادية لا مش مثلا جرح أو إصابة وفييات واحدة وثلاثين بالمئة هي من الجرار يقع من الجرار أو بتفركش فيه أو 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 عندك اللي بتجي من بعدها اللي هي يعني بيقع من المرتفعات عالية هولي عم بحكيك باسم الزراعة يمكن يكون واقف على سطح المبنى أو الكوخ يعني كل شي منشآت زراعية كل شي منشآت زراعية نعم غاز شو القصة كمان 19.8% شو بيتنشأ شو مش شي كمان يعني البارتي الزرقة شو هي لنك لكتر أكتر شي هيدا اختناء اختناء من الغاز من الغاز أو من الماء إذا وقع ببركة ماء حدو أو شي الصفرة يعني بس بدي روح معك على الأكبر يعني شفنا البارتي الصفرة شو هي 19% كل شي آليات زراعية غير الجرار آه يعني فصلوا بين الجرار الجرار لحاله لأنه عنده نسبة عالية من وفية أكتر شي بيستعملوا في عندك آليات تانية على الكهرباء أو شي على المزود كمان في عندك نسبة عالية والرمدية كمان الأكبر من الحيوانات كيف يعني؟ يعني يعني يا تور يا بقر بيدرب الشخص بيموت خلينا ننتقل يعني هيدا الشي بيدل إنه أكتر شي الجرار الزراعي هو بيسبب أكتر نسبة وفيات نحن هيدا شو بتفيدنا هيدا الأخصائيات؟ بتفيدنا إنه نوضع إجراءات سلامة خاصة بكل وحدة من هول لنعرف لنحدد من التأثير السلبي طبعا يعني مثلا جرار تاع هيت لو نمسك هالجرار شو هن أسباب الحوفيات من الجرار؟ ومنحط الإجراءات سلامة هو شو؟ جمالا بالجرار شو بيولع؟ يا بيولع يا بيوقع يعني بيكون ماشي بأرض مش سابتة بيقوم بيوقع بيدرب راسه بشي كمان بهذا بتوفى بالصورة الثانية أوكي بالنسبة لهاي كمان شو هي؟ هاي بتشوفي ثقافة السلامة العامة بالعالم الأزرق أعلى مستوى سلامة العامة بتشوفي البلدين يعني بين أوروبا وأمريكا الأحمر الغامي هي إنه السلامة منعدمة بالخالص والتدرج نحنا بلبنان نحنا وين؟ مو بعف زنبينة بس هي جاي على أول نوع أحمر نحنا بالمرة نحنا ايه مش موجودة غائبة كلية يعني مش بنسبة يعني حتى لا 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 نحنا معا تالت صورة خلينا نشوف كمانا يعني الإجراءات المتبعة لمفروض تكون هاي كمانا شو؟ هاي دي كمان عدد الوفيات مقارنة بأشغال كلها يعني بتلاحظة أنت أول وحدة هي الماينينج تلاتين؟ شو تلاتين؟ شو تلاتين؟ شو تلاتين؟ يعني مؤشر شو تلاتين؟ عدد الوفيات كل مئة ألف عامل أوكي بس تلاتين؟ ينتبخوا أول وحدة تلاتين؟ تلاتين وفيات؟ اربعة وعشرين اشتغلت على شي بالزراعة بلبنان بس ما في حصاءات واضحة نعم كمان منرجع منشوف هيك تباع بسادي كتير مهم نعرف انه نحنا بلبنان مزارعين عرضة للإصابة او للوفيات 24 يعني اول 31 24 26 44 يعني اعلى من الورش الورش البنى مع انه نفكر نحنا يمكن الورش البنى اخطر لانه ورش البنى خلينا نقلك يمكن واحدة من الاسباب هي اغلبهم بيطبقوا اجراءات سلامة بقلب الورش وبلبنان عنا في كذا شركات بيطبقوا اعلى معايير بالبنان اعلى معايير السلامة داخل الورش نفسه يعني داخل ورشة البنى نعم بنرجع ان تابع كمان بالصور تباعا هيدا الجرار الزراعي اكسيدان اوكي هيدا لنا اعلى نسبة وفيات بتصير هون احترق هون احترق هون شو بتعملوا اجراءة بس ليه بيحترق الجرار ليه ليه لانه مش ما عمله الصيانة يا بيكون شرية الكهرباء احتكيك احتكيك هي على الاغلب ومحنا بيكشف عليه وبيضله شغال وطبعا مع الماي وارطوبة والتراب والرمل وكل شيء كله بيقله عوامل بتأسنه بس هوني عم تحكي عن جرار زراعي بدول يعني صناعية مهمة يعني فيه تقدم كتير بموضوع صناعة الجرارات اه مخص نحنا كيف هوني انت شو منشوف الجرارات الزراعية هون بلبنان شو قصدك كجرار كنفس كجرار يعني ايه للزراعية كيف المزارع اليوم بعده بيستعمل الجرار القديم اذا فينا نقول طيب هوني ما في بيصير فيه احتكيك مين مين قال هو فيه نسبة تصير طبعا اذا انت اي مكانة اي جهاز اي قيلية ما بتعملها صيانة ما بتتعرض لها المشكلة ها بلبنان لا ها مش بلبنان بس هيدا كمان هيدا توفى الشخص اللي بقلبه يعني فا شو بتاخدوا احتياطات شو مفروض ياخد المزارع احتياطات غير الصيانة لا مثلا اذا بنرجع عالصورة اللي قبل ايه خلينا نرجع عالصورة اللي واقع في الجرار الفكرة هي انا اليوم هيدا الجرار عنده طريق معين ايه هيدا الجرار عنده طريق معين مثلا انا بيجي بعمل تقييم او تحليل للمخاطر محتملة بقول له لا لحظة شوية انت في عندك جورة هون بالارض هيدا في جور في مثلا منخفاض او في اي شي يلي يلي بعمل له انا حدود بحط له مثل بارييرز يعني حواجز او حتى ما يوصل للجرار ويوقع فيها وانتي وهاي بتطبق حتى انت عندك بشغل بأي محال هلا هون على الدرق على اشارات تحذيرية بدي نوقع في المشكلة على الطرقات الحاجز على الروشة او على محل تاني وقتها بالعاصفة وقع وين لازم 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 شوف الواقع على الطرقات الحوادث من وين عم بتصير لان ما في اشارات تنبه السائقين ما في الاشارات الفوسفوريك على الطرقات لازم لما نجي نعمل نحنا تحليل لمكان معين مكان عمل او او اي شي منقول عنا مخاطر واحد اتنين ثلاثة لكي نتجنب الحاجز نحنا بنعرف نحنا نحنا بنقول انه نوصل لصفر حوادث شغلة كتير صعبة بس على القليلة نخفف عددها فاذا عننا خطر ما هي ما هي الاجراءات اللي جاي باتخاذها منحط حواجز منحط اشارات منحط تحذيرات كل هاي دي امور لحتى لزلك بتشوفي وينما كان بيوروب وبريطانيا الموضوع مهم كتير كل خطوة كل فشخة في ساين في تحذير وفي قوع تفتحها وهون انتبه وهون هاي فولتج وهون كذا لما تفوت على مبنى بريطانيا انت بقلب المبنى بتعرفي وين هو باب الخروج من المبنى في حال صار شي بحال صار حريب بكل محل حتى واذا طلع عدد درج بيقلك دور نمبر 201 بحطلك ايو كل وانت وطلع عدد درج موجودة هالساين كل الوقت فانت نسلا لنقول انت عب تهر باب لانه عقلك ما كتير عب يكون عب بيشتري وفي هلع فبديك ساين واضحة ما تفكري 201 ديس بانشينج فلور لفل 2 كذا كذا بتمشي طيب استاذ حبيب اذا بدي ارجع معك يعني بموضوع المنشآت الزراعية هون شو بتاعتي هيك تنبيهات للمزارعين فيما تعلق بسلامة المنشآت المنشآت الزراعية اللي هن بيمتلكوها كتير منيح نحن اول شي بدنا نعمل تحليل للمخاطر هايدي بتنعمل وينما كان كان زراعي او غير زراعي حلل المخاطر اللي عندك يعني المنشآت نفسه اللي انت عم تشتغل فيها طب شو المخاطر الموجودة هل الاساسات الزابطة هل في عندك خطر من السقوط يعني انا يونسف اشتغلوا مرة هون بلبنان عن مع ست مات ابنة وعمره ثلاثة سنين كان عم بيلعب على سطح البنية سطح مبنى صغير ما فيقلو فانس هو عبيركو دورا شي بشتوها صار ويع وصيعدوها وخلوها تزرع وهيك شي فهول مخاطر هلا بتقليلي كيف سيعرفون بكل انواع المخاطر المحتملة اللي ممكن اذا ما انتبه لها صار في حادث كيف بيعرفون؟ هون مدى يمكن بحاجة لمساعدة يعني انا حتى ما بدلوهم بس انا بدي اطلب من هون المؤسسات متل يونسف و يون دي بي اللي عم بيساعدوا المزارعين لحتى ينجوا محاصيل اكتر وبيعطوهم ايليات وهيك وانا اشتغلت معكزة جمعية قالوا لي المشكلة هي بعد ما نسلم المشروع للشخص المال هيدا لا بيعرفوا يعملوا صيانة ولا بيعرفوا يتابق ولا شي ما بيدربوهم علاها ولا بيدربوهم بيجوا بعد سنة او سنتين خربيني يا دهان الشغل اشتغلت معهم على جمعية كانت كونسورتيوم جمعيات مولة من الايو على وضع خطة صيانة شاملة للمشاريع اللي سلموها اوف يعني كانوا رجعوا من الصفر لا المشاريع اللي هلأ سلموها تعملنا يا خي لأن احنا بنعرف انه اذا ما بيكون في خطة رح تنتهي الامور يعني فعملنا خطة شاملة بس حتى انا اليوم اذا اذا نحنا بلبنان ما عنها في هذه حتى اليون دي بي وهولي بيقلي انا سألت حكيت معهم قال لي يا خي ما في بجت يعني ما بيجي تمويل تمويل خاص على هيدا الموضوع الصياني او السلامي بيجي التمويل انه جبله قيلية بيجي التمويل انه جبله شتول شتول كذا هيكي حتى ينتج ويطلع مصاري طيب بس اذا راح اتوفق او صار اصابة ما فيه ما فيه يكمل يعني عم تقول انه كصيانة كسلامة عامة بالمنشآت زراعية ما بيقدر المزارع علاعات قول انه بتكلف مكلفة لا ما قلت انا بحاجة الى طيب بدا تمويل الصيانة وهالامور كله لا انا قلت انه لما بدك يفوتوا بمشروع كيون دي بي حطوا مكون اسمه الصيانة ضمن المشروع لحتى اما تدريبه او وضع الخطة ما هو بيقول لك طب قالوا لي شو لازم اعمل المزارع او اي شخص قالوا لي شو الخطة كيف لازم اشتغل شو هي الصيانة لازم تنعمل ما بعرفه خليني ارجع معك للنقطة الالتة للمزارعين اول شي بدن يعرفوا شو المخاطر اللي عمتوا اي شو هون فا اذا من حل للمخاطر نا وهاء هون انا برجع بطلق من اليو ان دي بي ونينسف وغير جهات مانحة انه جيبوا خبراء ساعدوا هالمزارعين بكل واحد بموقع عملوا شو هين المخاطر محتملة موجودة بهيدا المكان؟ منحل المخاطر بعدين منعمل وضع الاليات لمعالجة هالمخاطر حتى ما يحصل حادث فاذا وهذا شيء نسميه risk assessment يعني تقييم الخطر او المخاطر فبس نعرف المخاطر نقدر نحط الحلول فالحلول نحطها كمان بدا تمويل يعني مثلا اذا نقول هيدا الجرار طب خلينا ناخد الجرار الجرار له اجراءات صيانة بتغيير الذات مثلا هيدا واحدة من القشة البسيطة طب اذا ما بيغير الذات هو شو بيصير؟ بده يوقف الجرار مثلا وما عنده هو تمويل او ما بيعرف امتى بس هي بتبقى محصورة بالاليات كإطار زراعي بتبقى محصورة بس السلامة بالاليات؟ لا لا بكل شيء يعني حتى بالمنشآت اللي هو بيشتغل فيها كلها كلها بيحاجز حواجز الطرقات وعر الطرقات فقط هيك؟ كله كله يعني اليوم مثلا كيف هو بيخزين البضاعة طبعيته والعدة طبعا طريقة التخزين كمان لأنه ممكن ولد يفوت ينصاب أو يتعرض لقزيم بس يمكن هلأ ما بعرف اذا بتوفقنا يمكن بيفكروا بالانتاجية اكتر من موضوع السلامة مين؟ الناس كله الناس مزجونا هذه النقطة الثقافة هذه هي الثقافة هي صح نفتش على الانتاجية نفتش كيف فينا نطلع مردود مالة أسرع وأهيان من أنه نحط كل فيه هلأ يمكن مش محضر له بس يمكن تنقذ لحياتي بعدين هالأصوات الصارخة مثلها كوكتار اللي بيحكوا عن السلامة العامة ثقافة السلامة العامة لازم تكون موجودة لازم تلقى اهتمام الدولة المرجعيات الرسمية والجهات المنحة يعني على أمل تلقى صدى على أمل منقول أنت فائد الأمل ولا لا؟ لا مش فائد الأمل أبداً لا مش فائد الأمل أبداً لا أكيد إن شاء الله وبعد فيه يعني إذا بدنا نفند السلامة العامة فيه كتير أمور كمانا نحكي فيها ولكن هيك يا تبا عن يوم حبينا نضوي على موضوع المنشآت الزراعية والسلامة العامة هيك نهيك عن أنه موضوع سقوط المباني وهيدي كمان سلامة سلامة المباني أنا بدي أشكرك إلى لقاء آخر أكيد معك المهندس شكري حبيب خبير إدارة مرافق وصياني خبرة أكتر من عشرين سنة بإدارة المرافق مدرب معتمد بنقابة المهندسين بلبنين وبالأردن وحالياً سفير الشبك الأوروبية لإدارة المرافق أهلا وسهلا فيك بلكن نعمل حلقات تبعاً عن المرافق بلبنين وكيف يجب أن تدار إن كان من قبل الدولة أو إن كان من قبل القطاع الخاص شكراً لك أهلا وسهلا فيك كمان بدأ أشكر المشاهدين والمستمعين إلى اللقاء شكراً للمشاهدة